كابتن حسام البادري وهو مدرب عام مع كابتن مانو الجزيكات هي دي شخصيته المعروفة عنه دلوقتي ونفس الاتيتيود بتاعه ده ولا كان إيه اللي اختلف وإيه اللي ممكن يكون اكتسبه ساعته بص الكابتن حسام دايما على طول يعني على طول في كل قوقات هو شخصية صريمة جدا وراجل بيحب شغله وراجل هو بيبالل الناس ان هو راجل على طول يعني صارم ومجدود هو طبعا بر الملعب وبر الشغل اكيد شخصية جميلة كابتن حسام وعلى طول بيضحك ويهزر بس هو في الشغل كل تركيزه في الشغل فبيبالل الناس دايما ان هو مشدود يعني فطبعا الفترة اللي هو كان فيها مع مستر مان كان هو مدير الكورة وكان مدرب عام فكانت الناس مش بصالوا انت عارف دايما بيبقى الكروز كله دايما على المدير الفني فكابتن حسام ما كانش حد مركز اوي في ان هو ممكن يبقى شخصية صارمة اوي فبدأت طبعا الناس تركز لما بقى مدير فان يتعرف لما بتبقى مدير فان الموضوع بتبقى زين الناس كلها مركزة معاك فبدأت الناس تاخد انتباعا لأن الكابتن حسام على طول مشدود وما بيتحكش فهو زي ما بيقول لكابتن حسام في الشغل ما عندوش تهريك خالص حتى في التمرين كان كده ما كانش عنده على طول اي حد يعني تهريك برا الشغل احنا ممكن خلاص نبدأ نهضر وندحك وكده بس هو فطول ما هو في الشغل عنده شغل وعنده تركيز دايما فهو ده الانتباع اللي اتاخد عن الكابتن حسام بالنسبة للناس برا يعني الجماهير ايه المختلف من الجيل الزهبي للنادي الاهلي ايام ما انت كنت موجود مع لعيبة الكبار دي عني الجيل الحالي لا فرق السماء للارض بأمانة يعني الناس دي بقولك العقلات بتاعتهم كانت مختلفة تماما تماما يعني الناس دي كانت زي ما بقولك هيعيش حياتهم كلها للكورة وهم ما دية ما كانوش بياخدوا فلوس يعتبر بالنسبة للاركام الموجودة دلوقتي ما كانوش بياخدوا فلوس انا قلت الكلام ده قبل كده قلت ان ان ابوتريكا والناس دول كانوا بياخدوا فنالي مليون جنيه وكان بنسبة لهم يعني احنا كده كويس قوي والناس دي بقولك خدت خدت كل حاجة ممكن تتتخد في الكورة يعني كانوا كل يوم بياخدوا بطولة انت فاهم فالعقلية بتاعتهم كانت مختلف تماما وهم في الكورة كانوا يعني ما اعتقدش ان الناس دي هيجي زيها تاني دلوقتي انت عندك اللعبة فيه لعبة كتير كويسة ولعبة كتير يعني مؤسرة بس طبعا مش مش يعني الكواليتي مختلف تماما عن قبل كده زمان الكواليتي كان اعلى بكتير المسؤولية نفسها دي دي بالنسبة لي مهم ان انت تبقى مسؤول وعارف انت انت بتلعب في نادي كبير وان وراك ناس كتيرا مستنية ان هي تفرح فبرضو المسؤولية دي مش موجودة عند ايه حد مين بقى هاخد من كلامك ان ابو تريكا وبركات كانوا بيتكلموا اعلى عقد فيهم كان مليون جنيه او اتنين مليون جنيه مين كان اعلى عقد ساعتها في الاهلي لا انا مش هاضر افتكري لان انا طبعا كنت صغير وما كنتش بقى بقى عارف اصلا الحاجات دي خالص فكنت ممكن اسمع بس من اللعبة وي بتتكلم اللي انت سمعته اللي كنت بسمعونا مليون جنيه كان اكتر واحد داخل مليون جنيه كان شايفر لو بني كانت شو فيه حد تريكا والناس اللي هي الفئة كان زمان في فئات كانت الفئة الاولى اللي هي اللعبة الكبيرة دي دي كان دايما بيبقى في فئة اولى كده ممكن تلاقي العشر مثلا تقريبا اللهم ممكن بيبؤسين دول بتلاقي عليه الفئة اولى يبدأ للناس اللي الفراس لعبها بتابقة عال شوية بتبدأ低 على فئة تانية والفاة التالتة دي الاخيرة اللي هي بقى الولاد الصغير اللي احنا كنا بناشئين حد جاي من بره مسلا. كنعود بقى ناشئين كم? لا احنا كنا بناخد ساعتها مسلا خمسين الف جنيه الصغيرين دول بياخدوا خمسين الف جنيه. وطبقى تتكلم معهم يا طب زودني شوية ويقول لك لا انت حسن انت ابن النادي ولازم توصبه انت ما عملش حاجة. تبدأ مسلا انت عمل سنة كويسة يبدأ هو يجيبك. يقول لك والله انت عملت سنة كويسة فهنا هزودك مسلا خمسين الف جنيه على الخمسين. تبقى مية فاهم? ويزودك سنة. يعني زودك سنة من السنة اللي خلصت. فكنا مشين كده طبعا يعني لغاية ما مشيت من النادي الاهلي كان تقريبا اكتر فلوس خدتها. كان عقدي مسلا متين الف جنيه ده كان عقدي كله في السنة. اه طبعا كان متين الف جنيه. ده اعلى عقد خدته يعني. فالموضوع كان مختلف. والناس دي خلي بالك اللعبة دي كان بيجي لها اركام برا كبيرة جدا. وعروضوا اكيد انت كنت عارف وعروض كبيرة من من ناس في في اوروبا وناس في الدول العربية وكانوا بي结د اننهم يكملوا في النادي. ماين سر? النادي النادي الاهلي لا الموضوع مختلف بامانة يعني مش عشان انا طالع من النادي او انا من ولاد النادي فacc підقول كده لأ. انت فعلا بتدخل ج fordi النادي النادي بتحس ان انت فعلا في اوروبا الناس جدا في كل حاجة. النادي فاندي تاني فقدر اقول لك ان الموضوع مختلف مختلف تماما